ليه احنا بنتكلم على الوقاية لانه يعني لو احنا ما تعلمناش من تجارب اللي شايفينها دلوقتي في دول اخرى هيبقى عندنا كارسة انا مش بخوف الناس انا بس بقول انه لو احنا ما مش ناش في الخطوات اللي الحكومة بتقول عليها يعني الحكومة الحقيقة عملت اجراءات احترازية كتير جدا وفيه تعقيم في اماكن كتير وفيه والمدارس تقفلت والمطار تقفل ويعني فيه برغم الخسارة المادية الشديدة لكن ظلت صحة المواطن هي في المقام الاول احنا بقى ازاي احنا مش خايفين على روحنا يعني اللي بينزلوا يروحوا اماكن في الكافيهات وفي لازم نقفل البلد يعني لازم بلد تتقفل عشان تبطلوا وتروحوا في كافيهات الحقيقة هتكلم في الموضوع ده وسمحوني لو انا يعني انفعلت شوية لكن الموضوع يستحق ولازم نتعلم من اللي حصل حوالينا ولازم نفهم انه فيه حاجات لازم ناخدها جد الهيزار حلو النكة لطيفة جدا بس مش كل حاجة هينفع فيها ان احنا نهزر والنكد ضيوفي الاستاذ الدكتور فصل زايد نائب مدير مستشفى قال الحسين واستاذ جراحة العظام اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور والاستاذ احمد خليفة مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط اهلا بيك يا فصل زايد دكتور فيصل قبل ما نتكلم في ازاي نقي انفسنا واللي قلناه كتير قوي حضرتك شايف الوضع دلوقتي إزاي في مصر مع الإجراءات اللي أخدتها للحكومة ومع استجابة الناس يعني هل استجابة الناس بالقدر المطلوب ولا إحنا لسه محتاجين توعية أكتر ولا نعمل إيه بس في البداية برحب بحضرك وبرحب بسيادة المشاهدين هو الحقيقي الحمد لله حتى هذه اللحظة الوضع في مصر ما زال مطمئ الحمد لله يا رب ويعني إحنا أفضل بكتير جدا من حصل في كثير من دول العالم حتى دول العالم المتقدمة ولكن ده مشروط بأن الناس تفهم ويتاخد بلا لأن لو لا قدر الله أهملنا الانفجار ممكن يحدث في لحظة فالوضع حتى هذه اللحظة يعني يمكن الإحصائيات اللي صدرت آخر إحصائيات إحنا يعني وصلنا تقريبا لحوالي 216 حالة أو 210 حالة وعندنا لغاية دلوقتي 6 حالات وفاة وعندنا نسبة كبيرة جدا من الحالات الحمد لله تعافت يعني فما زال حتى هذه اللحظة الأمور تحت السيطرة وبرضو أنا بقول للناس بقى اللي بتقول إن الحكومة بالداري والدولة بالداري وإن إحنا لقا عندنا حالات كتير هو الموضوع ده ما ينفعش يداري بالزبط؟ يعني باعتباري طبيب والمريد اللي قدر الله يتوفاه الله من الكورونا ده مريد جاله حاجة اسمها السباتوري فلير أو فشل في وظائف التنفس ودخل رعاية مركزة قبل ما يتوفى فده مش هيستخب ولا الدول هتخبي ولا أهله هيخبه بالله بتكده فهو لا يعني إحنا بنطم الناس إن فعلا الأرقام اللي موجودة دي هي الأرقام الحقيقية وإحنا في الوسط الطبي على تواصل كلنا مع بعض بزملائنا في كل المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل بقى غير رسمي كمان يعني غير رسمي بتاع الوزارة والحكومة لا إحنا بنتواصل مع بعضنا فعلا الأعداد مش مش مخيفة ولا مرعبة ولكن بقول لحضرتك لو إن الناس ملتزمتش بالتعليمات إحنا الحكومة بتقول دلوقتي يا جماعة عدوا في بيوتكم وكل الناس أخذت أجازات علشان نقلل احتكاك ونقلل فرصة انتشار الفيروس الناس كلها بتتكلم مثلا عن اللي حصل في إيطاليا والأعداد الكبيرة اللي أصيبت وحالات الوفاة العالية يمكن هم الوضع كان شبيه باللي عندنا شوي إن برضو الناس أخذت التعليمات والتحذيرات بشكل فيه النوع من الاستخفاف وبالتالي كانت المحصلة بتحصل بقى الحالات لما بحصل انتشار للعدوى بتحصل زي المتوليات الهندسية يما بتوع الهندسة بقى يعرفوا يعني واحد يعد ثلاثة وثلاثة يعدوا تسعة ونلاقي في خلال أيام بسيطة جدا بدأت الأعداد تزيد بشكل كبير جدا فإحنا ويعني طبعا لما حصل ده في دولة زي إيطاليا وكثير من الدول بيحصل حاجة اسمها انهيار للمنظومة الصحية المنظومة الصحية يعني إنهيار للمنظومة الصحية إحنا المنظومة الصحية لها كباسة لها قدرة استعابية يعني لو أنا عندي عدد معين من أسرة الرعاية وحصل زيادة في عدد الحالات بالتالي يمكن وصلوا في إيطاليا دلوقتي لأن بدأوا يعملوا نقول كده انتقاء للحالات يعني الحالات اللي فوق 65 سنة ده خلاص بقى ده نسيبه فعلا بيسيبه الحالات تموت على أبواب المستشفيات غير الضغط اللي بيحصل بقى على المستشفيات والفريق الطبي اللي هو نفسه بيكون معرض لقدر الله كمان إنه هو يصاب ولما بيصاب حد من فريق الطبي بيتم تنحيه عن الخدمة فالمشكلة بتتفاقم أكثر والإرهاق نفسه كمان بيخليهم أحيانا مش قادرين يعني غير إن في حالات تانية كمان إحنا محتاجينها يعني فيه ناس عندهم مشاكل في السكر والضغط والقلب وأمراض أخرى كثيرة جدا تحتاج لرعايات لو لقدر الله حصل زيادة في عدد حالات الكورونا هيبقى فيه مشكلة وانهيار للمنظومة الصحية نتمنى إن ده ما يحصلش فياريت الناس مش عشان إحنا مش عشان إحنا عندنا مشكلة لكن عشان هو ده اللي بيحصل في العالم كله طيب أستاذ أحمد الشائعات اللي بتطلع بشكل مستمر يعني بشكل يومي كمان نعم كل يوم كل يوم بالضبط حاجة غريبة جدا يعني هو طبعا نوع من أنواع الحروب الشائعات دي إحنا عارفين إنها نوع من أنواع الحروب لكن استجابة الناس لهذه الشائعات يعني شوفنا مريب قوي فكرة إنه ده المواد التنوينية مفيش وهتخلص وتكالب الناس بشكل رهيب على السوبر ماركت أنا روحت مكنش مسدقة المنظر اللي أنا شايفاها ناس مكومة الحاجات في العربيات إزاي إزاي يبقى عندنا وعي لفكرة إنه دي إشاعة وده معقول وده مش معقول وده ممكن يحصل وده مش ممكن يحصل حضرت بتكاليمي عن حاجتين ظاهرة السوبر ماركت دي حصلت في ألمانيا على القنوات الألمانية فعلا السوبر ماركت في ألمانيا سلع الغذائية اختفت فهي ليست قصيرة على مصر بس وموجودة في أمريكا أي دولة مهما كان بلغ أعظمتها الصناعية ويعني عندها فلوس كتير ودولة متحضرة زي ما احنا بنقول عليهم في حالة الخوف والهلع بيحصل ده الجزء تاني حضرت كلمت عليه جزء الإشعاع طبعا في حالة استهداف للحالة المصرية دي إحنا شفناها في السوشال ميديا وشفناها في اليوتيوب وشفناها في جرائد كبيرة بالزبط آه أخيرها وقف مراسلة الجارديان نتيجة التقرير اللي كتبته على المصر أنا بس عايزة نوه لحاجة الأول بهن شعب المصري 19 مارس على الانترو بتاع حضرتك وبحاية دكتور موفيد شهاب لأنه كان قائد المفاوضات نرجع تاني لموضوعنا الفكرة في أن يعني في حاجتين في فيروس منتشر في العالم ويمكن حتى الميديا الأمريكية كنت بتكلم أنا والدكتور فاصل قبل الحوا كان فيه فيلم كنتجين نتكلم عن نفس حالة الفيروس 21 و 11 الفيلم موجود اللي بدأ من الصين بنفس الترتيب هو فيه سؤال أكبر يعني هل دي حاجة يعني مخلقة الفيروس ده مخلق هو من عائلة فيروسات الأفلوانزة صح يا دكتور الكورونا هي عائلة كبيرة واسم المستجد لأنه جديد ولم يتم التوصل للقاح حتى اللحظة هل الظاهرة دي ده السؤال الأهم بالنسبة لي هل الظاهرة دي هتستمر لغاية إمتى يبقى الناس ردا على سؤال إشعاة يبقى تعمل حسابها أن الموضوع يا جماعة احتمال مش مع مصر بس مع العالم كله يطول شوية حتى اللحظة لم يتم اكتشاف لقاح أو فاكسيم أو علاج أو أي حاجة لهذا الوضع الصحي العالمي أي منظومة صحية في العالم لن تستطيع ولن تستطيع وصل الحالة في سويسرا ما فيش أعلى من كده حاجة يعني الناس بتعالك في البيت يعني أضعف الإيمان الإعلانات اللي شغالة في القنوات المصرية عامة وخاصة خليك في البيت امنع أن أنت تبقى في وسط تجمع اكسر الحلقة يعني هو ده المقصود نكسر حلقة المتولية اللي بتكلم عنها الدكتور فيسرا يمكن أشار لحاجة مهمة جدا فكرة أن احنا نغير حتى من ثقافتنا اعمل احتياطك بلاش السلمية الزيادة عن اللزوم أو التعامل بالموضوع زي الأوروبيين ما عملوا أوروبا تحولت إلى قرى موبوقة بسبب الوضع ده المنظمات الصحية كلها أو المنظومة الصحية في كل دولة أوروبية أعلنت توقفها عن استقبال المرضى اللي تفاشى فيها المرض فرنسا أصبحت مدنها مدن أشباح عزل فرنسا عن محيطها لمدة 30 يوم يا جماعة أخذوا بالكو الموضوع ممكن يطول مش هايزين نوصل لده بالزور لا ممكن يطول معانا يعني بمعنى هي ظاهرة كونية أنا أعمل عليها هو في نهاية فيروس ألف الوانزة عادي التعامل معايا بمنطقة البساطة بالمنظفات العادية غسل الإيدين عدم الاختلاط البعد عن أماكن التجمعات دي حاجات مهمة جدا صحيح حتى التردد على النواة دي التردد على مولات على أي مكان في تجمع فأعتقد أنا أظن أن المصريين برضو عندهم من الوعي أن هم يستوعبوا ده الإشعاعات الموجهة بقى مش عارف الحاجات اللي بين فيها الجيش وبين فيها رئاسة الوزراء بشكل يومي أعتقد أن المصريين عندهم معي كويس جدا وزي ما كنا بنقول الحمد لله أننا ما بقناش زي سوريا ولا ليبيا فياريت نقول الحمد لله باش زي فرنسا وإيطاليا طيب دكتور فيسل أنا برضو عايز أسأل حضرتك عن الإجراءات بقى اللي يتخذها المواطن في خروجه ونزوله يعني الاحتياطات آه حد مضطر أن هو يروح شغله بلاتي ناس كثير بقت بتشتغل أونلاين حد مضطر يروح شغله في البيوت نعمل إيه كل بقى الإجراءات دي أنا بس كنت كان ليا تعليق بسيط على موضوع الشائعات إن منظام الصحة العالمية عملت يمكن موقع كده وسمت وصائده الشائعات ورصدت فيما يخص موضوع كورونا على مستوى العالم رصدت 558 شائعة خلال شهر فبراير يعني الكلام بيتقال كتير جدا ومصادر غير موفق فيها فأنا أنصح المشاهدين بإن إحنا دايما ناخد المعلومات من المصادر الموثوقة علشان ما ننصقش وراء إيشاعات مش مزبوطة وتاني هنقول هو الفيروس يعني نعرف بس الناس بالفيروس ده هو فيروس الكورونا مجموعة من الفيروسات بتبان شبه الإلتاك تحت الميكروسكوب الإلكتروني فبالتالي سموها الكورونا ظهر منها يمكن في 2003 السارس اللي هو سيفير أكيوت رسبيراتو السندروم ده اللي هو بيعمل فشل فيه الوظائف التنفس سريع جدا وده كان في 2003 وراجع ظهر تاني يمكن في 2011 الميدل إيست اللي هو الميرس اللي هو ظهر في السعودية وكان بيتنقل ملجمات وده بقى الجيل الجديد من الكورونا اللي بدأ يظهر دلوقتي فهو فيروس مش خطير ولكن هو مشكلته سرعة تنتشره ويمكن معدلات الوفاة كانت في البداية كانت أقلب كتير يعني إنما بدأت للأسف في الفترة الأخيرة دي تزيد لغاية ما وصل تقريبا لحوالي ثلاثة أو ثمانية من عشرة تقريبا في المية مقارنة بالإنفلوانزة الموسمية اللي هي 0.1 واحد من عشرة فالفيروس علشان نقول نقي منه ازاي احنا نبقى عارفين هو ايه وبيتنقل ازاي الفيروس حجمه كبير وده برضو الحسن الحظ يعني من 400-500 نانو جرام تقريبا فما بيفضلش في الهوى لمدة طويلة وبالتالي علشان يتنقل من حد الحد لازم يكون تواصل مباشر يعني بكتير نصف متر أو متر وإن كان فيه تقرير يمكن صدر من يومين أو ثلاثة عن طريق مزام الصحة العالمية بتقول إن فيه يعني احتمالية إن هو يكون بيفضل في الهوى فترة أطول شوية بس الكلام ده مش في الشوارع يعني الكلام ده فيه الأماكن اللي بتقدم الخدمة الطبية لمرضى المصابين بالكورونا عشان برضو الناس ما تتخضش قوي آه يعني الأماكن المقفولة المقفولة بالزبط كده عشان كده نقول دايما افتحوا الشبابيك وهووا الدنيا يعني خلوا الهوى يبقى بيتحرك إنما هو وسيلة انتقاله وفي الأساس هي حاجة بنسامية إحنا دروب لتينفق اللي هو يخرج من المريض عن طريق أي سكر الرزاز يجي بقى الرزاز ده على الإيد على تربيزة على أسطل على أي حاجة على مناديل على مفاتيح على أي حاجة وبالتالي اللي بيلمس المكان ده ممكن يتنقله الفيروس لو هو وصل إيده بقى لعينه المنطقة اللي هي بتاع حرف الت الأنف والفم والعين وبالتالي إحنا بنقول محدش يلمس المنطقة دي خالص بإيده إلا بعد ما تكون إيده معقامة تماما ومقصولة حتى ولو بالمية والصبون التعقيم بقى يعني عشان إحنا يعني دلوقتي المية والصبون دي أساسي عرفنا في البيوت وغسيل إيدين مدة عشرين ثانية مش أقل من كده طيب بره والبيت بقى يعني الناس اختلفت في ناس بتقول كلور في ناس بتقول كحول في ناس بتقول لأدل اللي هو الحاجات اللي بيبقى فيها كحول مع جليسرين أفضل يعني إيه الأفضل للتعقيم طيب هو وصحة ذلك إحنا طبعا في وسائل كتيرة جدا للتعقيم أسهلها والمتوفرة في كل البيوت والكل الناس المية بالصبون ولكن المية بالصبون علشان أغسل إيدي مظبوط في طريقة معينة أن أنا أغسل بها إيدي مش إن أنا حطت إيدي تحت المية كده وأنا كده غسلت إيدي المفروض إن أنا على الأقل من 30 إلى 40 ثانية من 30 إلى 40 ثانية مش 20 ثانية لا لا من 30 دا في يعني إحنا بنقول يعني دا في الأحوال العادية خلينا بقى بزيادة شوية سيدي وقعد يغسل إيدك دقيقة مش هتفرق معنا الدقيقة دي وبعدين لما بنغسل الإيد بالمية والصبون المفروض إن أنا بغسل طبعا أنا عندي راحة الإيد وظهر الإيد وما بين الأصابع والإبهام والضوافر ففي طريقة ليه غسل الإيد إن أنا بغسل راحة الإيد دي بدي وبعدين بغسل ظهر الإيد يعني دي الطريقة اللي إحنا كأطباء إحنا بنستخدمها في التعقيم في العمليات بتاعتنا والأظافر في باطن الإيد التانية وهكذا والصباع ونعمل حركة دائرية وناخد وقتنا ناخد وقتنا أنا بي ما يبصبون عادية خالص مش محتاجة أي إمكانيات لأي حد دي حاجة لطيفة ما يبصبون دي بالضبط كده بالضبط الكحول بقى الحاجات اللي هي زي يعني السبريهات والحاجات دي برضو بتستخدم بشكل ده كحول ده كحول الكحول اللي بيبقى تركيزه تقريبا 70% علشان يبقى مطاهر وبنقدر نرش منه رشة خفيفة على الإيد وبرضو بنستخدم بنفس الطريقة أو الجل المعقم الجل هو بس مسته شوية عن الكحول الكحول شوية ممكن يعمل جفاف في الجلد في بعض الناس فالجل اللي موجود ده بيبقى مضاف عليه بعض المواد زي الجلسرين بحيث إنها تعمل شوية ترتيب للجلد اللي متاح له يستخدم ده خير مش متاح له يبقى بالنسبة لل ده برى البيت ده برى البيت بالنسبة للكلور لكن هذا هو فعال يعني ها طبعا ها طبعا ها طبعا بالنسبة للكلور الكلور طبعا ده برضو حاجة رخيصة جدا ومتوفرة وإحنا بنقول بنستخدم 5 ملي يعني تقريبا نصف إنجان كده على اللتر وبنحطه في أي إزازة سبري ده بقى بنستخدمه ومش علشان الإيدين حقيقي يعني ده بنستخدمه علشان الأسطح يعني أنا مثلا موظف أو حد في مكتب بستخدمه على مكتبي أنا في عياتي بحطه على المكتب الكراسي المرضى بيعوده عليه أكر البيبان الحاجات اللي هي معرضة بالضبط نقدر نستخدم الكولور لمسح الأرضيات لأن الفيروس لما بينزل بينزل على الأرض لأنه وزنه تقيل على حسب السطح اللي هو نزل عليه يعني إحنا يعني الأسطح اللي هي زي الملسلس وكده ممكن يقعد عليها مدة طويلة جدا يقعد لأيام أيام الزجاج والقماش والحاجات دي ممكن يقعد عليها حوالي من 12 12 تقريبا 12 ساعة وكذلك الأقمشة ممكن يقعد عليها حوالي 12 ساعة بس عرفت كان مبارح في برنامج كان بيقولوا أنه على الوبر ما بيعش يعني لو هو لو ما هو القماش حوالي 12 ساعة من حوالي 12 ساعة 12 ساعة بس ده برضو فترة مش قليلة يوم نوشة ساعة مش قليلة باخد بال حضرتك الجلد ما بيعودش عليه كتير ودي يمكن حاجة برضو من رحمة ربنا سبحانه وتعلم ما بيعش على الجلد فترة طويلة هو هو الفيروس ده أصلا يعني مش هو احنا بنسميه في الطب هو مش كائن حي ده هو عبارة عن شفرة جينية هو بيحية لما بيدخل بالضبط كده هو شفرة جينية تدخل على الخلية فتبدأ تتكاثر جوا الخلية وهو مشكلة الكورونا ان احنا يمكن عندنا نوعين من الفيروسات حاجة اسمها بنسميها DNA وفي حاجة اسمها RNA DNA ده اللي هو شريطين من الجينات فلما بحصل ما بحصلش فيه طفرات لان لو واحدة تغيرت التانية بتصلحها الRNA اللي هو او حاد الشفرة ده او حاد الشريط ده لما بحصل فيه طفرة هو هو الRNA للأسف ما كل الكورونا بقى والسارس والحاجات القديمة كلها هي RNA فبالتالي ممكن يحصل فيه طفرات طبعا خلونا نشوف مع بعض تقرير عن الناس شايفة ازاي الوقاية من الفيروس ونرجع مرة تانية